بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جيدة حلققنا النهاردة الحقيقة بمناسبة اليوم العالمي لفيروسيات الالتهاب الكابدي الوبائي وخاصة فيروس بي وفيروس سي نتكلم في الحلقة اليوم اليوم تحتفل بمنظمة الصحة العالمية كل سنة نعرف ايه اهدافها ونعرف ايه ازاي نقدر نقضي الخطه التي نقدر نقضي بها على فيروس بي ونعرف ايه الجديد بالنسبة للادوية التي تعمل شفاء نهائي من فيروس بي اتابعوني ولكن بعد الفاصل موضوع فيروس بي مهم كل سنة يوم 28 يوليو ونظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم مرضى الالتهاب الكابدي الوبائي الفيروسي اليوم ده كان قبل كده يضم مرضى فيروس سي وفيروس بي لكن بعد الحمد لله ما تم اكتشاف علاج نهائي لفيروس سي اليوم ده مخصص اكتر لمرضى فيروس بي هي مرضى فيروس بي دوله لو انت تعرف بيمثله ربع مليار نسمة لو قلنا التعداد العالم كله 7 و 18 مليار نسمة ربع مليار منهم بيعانوا من فيروس بي لو قلنا كمان ان كل 30 ثانية يتوفى مريض نتيجة مضاعفات الالتهاب الكابدي الفيروسي سواء كان بي او سي مشكلة ان الفيروس هي منتشف اماكن كتير اولا اكتر اماكن فيها انتشار للفيروس منطقة الصين جنوب شرق اسيا المملكة العربية السعودية افريقيا الصمراء منطقة امريكا الجنوبية عن الحوض الامازون برازيل اكوادور منزويلا هي منتشف اماكن كتير اولا والحقيقا مشكلة الفيروس بي وفيروس سي طبعا ان هو تصيقه تلايف في الكبد ويعمله سرطان الكبد وفيروس بي ممكن يقضي سرطان في الكبد قبل تلايف وعلى عكس فيروس سي طبعا انه لا يقضي سرطان في الكبد الا لو حصل تلايف ازاي ان يقدر نقضي على هذا الوباء العين هي القضاء على فيروس بي لازم يتم على محورين, اول محور هو المرضى فيروس بي نشط و مرضى فيروس بي الخامل مرضى برس بالنشط يجب ان يأخذ علاج و علاج مدى الحياة مهمة اوى ان نوفر الدواء للمرضى باسعار رخيصه و يجب ان يسعره في متناول المريض مهمة اوى الحكومات انها تدعم الابحاث التي تعمل شفاء تام من فيروس بي مهمة اوى و تزاود الميزانيات و تزاود الانفاق الناس من حقها انها تشفى من فيروس بي مثل مرضى فيروس بي بالضبط احب اقول لكم خبر جديد يوم 21 يوليو بالضبط اكتشفت دواء جديد يقلل من تكاثر الفيروس انه يعمل على الولاف البروتيني بتاع الحمض النووي بتاع الفيروس فبيقلل نشط الفيروس و هم جربوه على الحيوانات و جربوه على البني ادمين على 35 عيان يستعملوه لمدة شهر لأن نسبة الفيروس قادل جدا لمدة شهر بالنسبة للمريض الفيروس بي النشط مرضى فيروس بي الخامل دول الحقيقى عليها جدال موضوع علاجهم و قدم علاجهم انا عملت حلقة قبل كده سأتعلق الرابط بتاعها امتال لنحب نعالج مرضى فيروس بي الخامل لكن الاتفاق يحتاج متابعة للمريض الفيروس الخامل نشط يأخذ علاج الناس الحقيقى سواء كان فيروس بي الخامل او فيروس بي النشط قبل كده لم يكن هناك مشكله اجتماعيه و مشكله اجتماعيه كبيره انا المريض فاين ليس بتعرفوني السافر و مشكله اجتماعيه و مشكله اجتماعيه فا مهمه هو ادمج المرضى في المجتمع فمهمه هو ان الناس لا يكون عندهم مشكله ان هو يسافر اي دوله الكلام هذا يجب ان يتم مطالبة الحكومات به. الناس من حقها انها تعمل معاملة عادية. وبسوء ان معظمهم كما انا قلت في حلقة قبل ذلك. يبقاش عندهم مشاكل صحية. مثل الناس اللي عندهم فيروس بي خامل. المريض ده الكبد بتاعه احسن مني ومنك. الكبد بتاعه طبيعي ووظائف الكرد طبيعيه. ازاي يحرمه من حقه ان هو يتزوج او حقه ان هو يسافر. الكلام هذا لا ينفع. مهم او الكلام ده. مهم او ان احنا نوفر ادوية المرضى فيروس بي لما يحتاجوا علاج. عشان اقلل فرصة انهم يعدوا الاصحاء. فلما عالج الناس دي انا بفيدهم صحيا. لامره واحد لامره اثنين بقلل فرصة انهم يعدوا الناس التميين. ده ما يخص بمرضى فيروس بي. ما يخص الاصحاء. اصحاء دولا اقدر ان انا احميهم ازاي. اول حاجة طبعا التطعمات. مهم جدا جدا جدا. بالذات اللي فيها معدل انتشار عالي من فيروس بي. نحن نقسم معدل انتشار الفيروس الى 3 درجات. معدل انتشار عالي. وهو اكثر من 8% من الشعب عنده فيروس بي. وهو معدل انتشار منخفض. وهو اقل من 2% وهو معدل انتشار متوسط ما بين 2 و 8%. في مصر معدل انتشار متوسط من 2 إلى 8%. الحقيقة الحقيقة الدرسات اللي انا عملناها. تقريبا ان معدل انتشار فيروس بي في مصر حوالي 4%. طرق العدوى تختلف. في البلاد اللي فيها انتشار عالي من الفيروس اكثر من 8% يبقى اكثر طريقة للعدوى هي من الام الجنين. لكن في البلاد اللي هي الاقل من 2% يبقى للعدوى عن طريق الاتصال الجنسي. الدول اللي متوسطها بين 2 إلى 8% هي العدوى فيها اما عن طريق من الام الجنين. او عن طريق الاتصال الجنسي او عن طريق الادوات الجراحية الملوسة او عن طريق الطرق السنان. كل الكلام هذه هي ممكن ينقل العدوى بالفيروس بي. لان شاختي دارة الصحاء الان اكافح طرق العدو. ذلك هي ضمن الاطق المنتج وضع طريق الحمل. ومهم جدا ان الولاده انا كدوله اوفر الطعم والمصل. الجنين اول ما يتولد في اول ست ساعات يجب ان يأخذ الطعم و يأخذ المصل. موضوع الاتصال الجنسي مهم او اتزام التعليم الدينيه سواء دين مسيحي سواء دين اسلامي. مهم او اول انتزام التعليمات الجنس الامن و استعمال العزل الطبي. مهم او التعقيم الادوات الجراحية بشكل كبير. لايوجد التثار و تعقيم الادوات الجراحية بشكل كبير. هناك اصلاح الادوات التي تحتاجها في تعقيم. مهم ان ترحل الحلاء ادواتك الخاصه بك ادواتك الخاصه بك ادواتك الخاصه بك ادواتك الشخصيه مثل مقص اصافه مثل فرشي السنان من حياته ممكن ان تنقل ادواتك الشخصيه سواء كان خطر جوه البيت او كان عند الحلاء او كده. هنقدر نقضي على فيروس بي مثل منظمة الصحر العالمية تقول ان نظام الصحر العالمية عندها حلم ان بحلول 20-30 لا يوجد مريض فيروس بي موجود في العالم كله. هذا هي النشاة الحقه الا بالكلام الذي اقولت عليه. اتمنى ان الحلقه كان هناك اعجابكم ادواتك اشتركوها مع اصدقائكم اشتركوا في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته